كان يا مكان بقديم الزمان وسيلة في العصب والأوان نوع من المقبلات الساخنة بيحبها لصغير قبل كدير ومنهتم بتحضيرها لشهر رمضان الكريم عرفتم عن شو عم نحكي؟ إنها السنبوسك يا سادة وكلمة سنبوسك مشتقى من كلمة فارسية هي سنبوسك لهيك بتقول ما راجع أنه هالكلمة انذكرت كتير بكتب الطبخ العربي بالقرن العاشر الميلادي وهيك بيعني أنه أصل السنبوسك كانت معروفة من مئات السنين بس ما في معلومة بتأكد أنه نشأت بوطننا العربي لهيك ممكن كتير مننا ما يعرفوا أنه نعرف السنبوسك بكتير من البلدان قبل ما يحطر حاله ببلادها العربية وخصوصي بلاد الخليج كما في حكاية بتقول أنه الناس أول شي عرفوا السنبوسك باليمن وتركيا ومنها انتقلت للهند مع القوافل التجارية يلي كانت تحمل معها البضائع والتوابل وإزائلة الهند بها الأيام بيلاحظ أنه السنبوسك لمقالها بينتشر بالأماكن السياحية ومع كتير من المقبلات المقلية يلي بتشتهر فيها الهند لهيك بنشوف التشابه بحشوة السنبوسك بين الهند وبلدنا العربية واللي بتتكوى من الجبن والبيض أو اللحم أو الخضار وبتبقى رحلة السنبوسك وانتشاره تحمل كتير من الروايات يلي صعب نتأكد من صحتها بس من المؤكد أن السنبوسك انتقلت من الهند وتابع انتشارها مع قوافل حجيج يلي اجت لأداء فريطة الحج ومن الخليج انتقلت لبلاد الشام وتركيا وبعدها انتقل مع المسلمين اللي عاشوا بالأندلس لمئات السنين ولهيك مع اختلاط الثقافات أدخل عليها أهل الأندلس حشوات مختلفة مثل اللحم والتوم والابهارات الخاصة وكمان حشوة العسل والسكر والمكسرات وحتى اليوم بعد السنبوسك موجودة بإسبانيا وبيعتبروها موروث من التمازج الحضاري العربي الأندلسي وكمان كان لتواجد المسلمين بالأندلس تأثير كبير على المغرب العربي لهيك وصلها السنبوسك عن طريق العائلات الأندلسية يلي انتقلت للعيش هناك بس أهل المغرب العربي حملوها أسماء مختلفة منها البوريك والبريك دانوني وغيرة كتير واذا رجعنا للسنبوسك ببلاد الشام والخليج العربي وسواء كان أصلا يمني أو من الهند تركي أو من الأندلس باللحم بالجبن والعصر والأشطة بيبقى هالمثلس الصغير أشهى وألذ وأهم طبق يومي بيزين موائدنا طيلة شهر رمضان المبارك لا يدخل اسمكم بالسحب على 100 دولار كاش يوميا عملوا شير للفيديو تاك بالكومنت لثلاثة من أصحابكم لايك وكومنت لإخير ثلاث بوستات وأكيد تفولو لحسابنا وحساب السبونسور جينا فود بروتكت المورد الأول لمنتجات الشرق الأوسط في كندا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر